تخيل تسمع الصوت من كل مكان في لعبتك المفضلة يا هلو يا مرحبا معاكم هاشم العلوي من خلال هذه القناة راح أشاركم كل المعلومات اللي تساعدكم في الحصول على أعلى جودة ممكنة من الصوت في أعمالكم الفنية المختلفة وفي هذه الحلقة بنكتشف كيف يتعامل جهاز بلاي ستيشن 5 مع نظام الصوت بتقنية 3D قبل أن نبتدي الحلقة إذا كانت هذه أول مرة تزورونا فيها القناة لا تنسوا تضغطون على زر اللايك وتشتركن في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات اللي راح تساعدكم في تطوير مهاراتكم في الانتاج الصوتي شهر نوفمبر هو شهر مميز لجميع محبي ألعاب الفيديو جيمز لأن شركة سوني وشركة مايكروسوفت راح يطلقون جهازين بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس سيريز X أقوى جهازين في السوق والجهازين يتمتعون بقوة عالية في تقنية الجرافيكس ولكن هذا الجيل من الأجهزة يعرفنا على الجيل الجديد في تقنية الصوت وهي تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد بنخصص هذه الحلقة للجهاز بلاي ستيشن 5 وإن شاء الله بنخصص حلقة جديدة لجهاز الإكس بوكس سيريز X فعطونا لايكات عشان ننزل الفيديوهات الجديدة مع كل جيل جديد لأجهزة الفيديو جيمز نلاحظ نقلة نوعية كبيرة في جانب الجرافيكس لكن اللي ما يتكلم عننا الكثير هو النقلة كبيرة في جانب الصوت أيضا وجهاز بلاي ستيشن 5 هو بدون شك واحد من أقوى أجهزة هذا الجيل واللي قدم تقنية مبتكرة في الصوت واسمها Tempest Engine وهي تقنية خاصة بشركة سوني اللي ابتكرتها شركة سوني نفسها شركة سوني تستخدم تقنية Tempest Engine لتشغيل الصوت في الألعاب بتقنية الصوت ثلاثي الأبعاد أو 3D Audio واللي تخلي الشخص يعيش بيئة اللعبة ويسمع الأصوات من كل الاتجاهات في العالم الافتراضي فتخيل نفسك في لعبة مثل لعبة Call of Duty وتقدر تسمع خطوات الناس اللي فوقك أو من على جهة اليمين أو على جهة اليسار أو مثلا في لعبة Spider-Man اللي بتكون من أول الألعاب المتوفرة في وقت إطلاق الجهاز تخيل نك تسمع أصوات السيارات من كل جهة والصوت الهواء من جميع الجهات وانت تتنقل بين العمارات أو تخيلوا لعبة Metal Gear الجديدة واللي بيكون فيها الصوت بطريقة ترى Metal Gear خلاص ها ما فيه أو أوكي سوني استخدمت هذه التقنية عن طريق استخدام شريحة مشابهة لشريحة الجرافيكس الموجودة في الجهاز وهي شريحة AMD اللي أعادت شركة سوني هندستها بطريقة تخليها متخصصة فقط لتشغيل تقنية Tempest Engine فهذه الشريحة هي المشغل الرئيسي لهذه التقنية ودورها هو تشغيل الخوارزميات المختلفة في اللعبة اللي تتبع مكانك وتشغل الصوت بالطريقة المطلوبة والسؤال هنا هل نستطيع أن نتمتع بتقنية الصوت ثلاثي الأبعاد من خلال التلفزيون؟ الإجابة نعم ولا حالياً سوني تقول بأنه ليست جميع أجهزة التلفزيون قادرة على أنها تشغل هذه التقنية ولكنها تقول أيضاً أنها تطرح في السوق تحديثات على التلفزيونات الموجودة قادرة على تشغيل الصوت بشكل افتراضي اللي هو اسمهم Virtual Sound Profiles المشكلة لا نعرف متى رح تصير هذه التحديثات مع انطلاقة الجهاز سوني بتطرح أيضاً سماعات جديدة اسمها Pulse 3D وهي الطريقة الوحيدة حالياً للتمتع بتقنية الصوت الجديدة بشكل كامل طبعاً نقدر نستخدم أي سماعات خاصة بالبلاي ستيشن عن طريق تركيب هذه السماعات بوصلة الأوديو جاك مباشرة في الكنترولر ولكن سوني تخبرنا بأن سماعات Pulse 3D مصممة خصيصاً لتشغيل الصوت بأفضل طريقة تضمن لنا الترجمة الصحيحة للأصوات بشكل ثلاثي الأبعاد تستخدم تقنية Tempest Audio Tech الخوارزميات المختلفة في تحديد أفضل طريقة لتشغيل الصوت اللي يتناسب مع نوع إذن المستخدم ولأن إذن كل شخص تختلف فمن المستحيل طبعاً أن شركة سوني تصنع تقنية تمشي مع كيل للناس لهذا السبب استخدمت سوني مجموعة من مئة شخص وطورت خمس ملفات افتراضية خاصة تتماشى مع أغلب الناس والأمر المخيف شوية في هذه النقطة هي أن هذه الخوارزميات جزء أساسي من عملها هي تطوير نفسها بنفسها بشكل مستمر يعني باستخدامك لهذه السماعات أنت توافق على تزويد شركة سوني بالمعلومات اللازمة لتطوير هذه التقنية تتذكر اتفاقية الاستخدام اللي وقعتها مع سوني أول ما شارية الجهاز؟ تذكرها؟ من خلال هذه التقنية أنت تعطي سوني مطلق الحرية في استخدام المعلومات اللي تجمعها عن استخدامك في تحسين أنظمتها في المستقبل وفي ختام هذه الحلقة أقول لكم بأني بأشد الحماس لتجربة هذه التقنية الجديدة لما يتوفر جهاز البلاي ستيشن 5 شو رأيكم في هذه التقنية؟ تواصلوا معي عن طريق التعليقات وشجعوني لمواصلة إنتاج هذه الحلقات لكم أتمنى لكم كل التوفيق وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة